نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية بقرية سندبيس بالقناتر الخيرية بمحافظة القليوبية وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية بالإضافة إلى صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية للأسر الأكثر احتياجا نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني قافلة طبية بقرية سندبيس التابعة للقناتر الخيرية بمحافظة القليوبية القافلة تهدف لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة عن المستشفيات لتحسين الرعاية الصحية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية بيتم الكشف الطبي على المرضى في هذه القافلة والحالات التي تحتاج تحويلها نحولها من المستشفيات سواء كانت الحكومية أو المستشفيات العامة وفي نفس الوقت بيتم متابعة لحالات دي من قبل المؤسسة نقوم بتوزيع الأدوية مجانا على المريض، نقوم بالفحص الطب الكامل للمريض، نوجهه إذا كان يحتاج أي عمليات رمض سواء ميا بيضة أو زرقة، نوجهه المستشفيات بالعمل العملية مجانا القافلة تضم العديد من التخصصات، منها الباطنية والأطفال والجلدية والرمض والأنف والأذن بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين كما تم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان، مع تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختصة أنا جاءت حجزة البنتي بطنة، وكشفت عليها، وقدانا عليها ببلاش، ووفرت علينا المكان بدل ما نروح الأناطر أو أها هذه الكافلة كويسة، وهي تنظيم كويس، وإن هي قريبة جاءت في البلد بحيث أن الأحد ما يروحش إلى المستشفى على مثلا أناطر ولا أها وهي حاجة قريبة، وفي علاج على حساب الكافلة، ما حدش بيشتريه من بره كشفنا بطنة، وهي حاجة كويسة جداً لأنه يعني بيقدوا خدمة كويسة لنا، وكفاياً هي يعني حاجة جنبنا، مش بنركب مواصلاتها لأي حاجة جهود متواصلة للتحالف الوطني لتقديم الدعم الطبي والصحي تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيزي لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية